نجد أيضا في سنة الله مجيبنا تذكره أنه لما يكبر شان أي مصيبة وينتشر ذراف الأكثر أن يعقب ذلك اليسران فالغالب تكون بينها وبين المصيبة نسبة إن كبرت المصيبة كان يسران كبيران وإن صورت فيكون في اليسر أقل من ذلك الأمر وهكذا سنة الله في الوجود لذا بعض إحساس الصالحات من اللات على الفطرة عندما تنتشر النعمة بكثرة يبدأ عندها بعض الحزن وما لك قالت إن هذا الغالب يعقبه فده فإذا جاء فقدت فده تكون كثيرة الابتسام وما لك قالت حذال حالة بعضه طيب فيه تستمد نظرها إلى المستقبل وكلما قصر إدراق الإنسان وشعره امتداد نظره دائما يعيش مع الضيق الذي هو فيه فقط وينسى أبعادها وما وراها وما قبلها نظر الله إلينا وإلينا 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 ونحن نرتقب ما بعدها شدة من يسرين كبيرين شدة كبيرة عد العسر الكبير لابد من يسرين كبيرين بإذن الله أرانا الله ذلك كما أرانا شدة يرينا ذلك اليسر هو القائل إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وبارك الله فينا وفي حبابنا أخوانا وتمنى اللقاء في حلقاته إن شاء الله يكون ولكن لعلنا إذن لا ندري إلا ولتقينا في حلقات الحديث عن واجبنا مع اليسرين بعد أن تذاكرنا واجبنا مع العسر إن شاء الله شكرا للمشاهدة